السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة عالم الطيور والحيوانات البرية اليوم حبيت اجيب لطيوري بعض الشوكيات كنت في رحلة صيد واجبت لهم هذا الشوك الذي اعملت فيديو عنه وحبيت وورجيتكم في فيديو موجود على القناة عن هذا الشوك وعن هذه النبتة كمان اللي هي نحن نقولها ابو عقاد ونقولها بالمغربي والاسم العلمي لها سكيريوم انتيباس وهذا النبتة يا اخوان اللي حكينا عنه وعن فوائدها كذلك اسمها يا اخوان قرص عناء الحقلية والإلها الاسم رنجوم مش عارف ايش بالاسم الانجليزي ونضعها للحسون ونتحدث شوية احنا وياكم داخل السلاكة نضعها للحسون مهم وضرورة جدا انك تضع لحسونك ونستطعت من اشياء طبيعية اكل طبيعي داخل السلاك حتى يوكلوا يوكلوا منه لان الطبيعي دائما في فهدة خلونا نضعها للحسون داخل السلاكة نعلقه ونتحدث احنا وياكم شوية وهي اخوان وضعنا للحسون وضعتهم وضميتهم بسلك حتى ما يسقطن وهي هذا كمان بسلك قد تكون يا اخوان من اجمل هدايا تقدمها لحسونك انك تجيب لأكل بري لانه تكون نشتاق واذا كان صيد بحب الاكل مثل هذا واذا مش صيد كمان بحب يطير الاكل هذا هيا اخوان بل انظار هنا على الشوك شوفوا كيف بلش نتطلع عنها هاي شايفين هاي بطلعن على الشوك اتجهز من حال هنا قريب جدا من الشوك رح اصورولكي اياه نتنزل ونتحدث احنا اياكم كلام من القلب للقلب من غير اي تحضير من غير اي اشي هيا اخوان الحسون بدأ ينزل على الاكل اول ما انا شايف بلش شوك اللي من نبتة بعقاد او بسموها عد عد اسمها كمان في الجزائر اتوقع شايفين اول ما بلش اللي ينزل عليها بدريش انا بتكون صحيح تفاجأت تفاجأت يا اخوان من حب الحسون لهذه النبتة اللي احنا مشوفها نبتة عادية في الطبيعة وكأنها اغصان عادية لكن فيها بذور مثل حبوب النيقر والحسون بحبها كثير وبيعشقها يعني انا يوم ما وضعتها للحسون تفاجأت من درجة حب الحسون لها ونزول عليها على الفور اذا ملاحظين انا وضعت نوعين من الشوك هاي هذا شايفين طلعوا النزل اول اشيه اول ما نزل الا على هذه النبتة اللي هي باللغة الانجليزية والاسم العلمي لها سكيريوم انتفاس وبعقاد ولها مسميات كما ذلك عديدة يا اخوان كل واحد في بلده مسميها اسم نبتة عن جد فعلا يا اخوان الحسون بيعشقها وبيحبها كثير وفيها بذور مفيدة خصا للكبد احنا تعدتنا في فيديو كامل عنها للكبد ومش عارف كمان الالتهابات لها فوائد عظيمة كذلك غذاء تعطى صحة خصا فترة خصا يا اخوان هذه النبتات تخرج في فترة الخريف والربيع اقصد الخريف عفوا والشتاء يعني بتقبة جافة وفيها البذور والحسون بيستطيع ان يكلها انا بقدمها لحسوني بطريقة هذه داخل السلاكة وبكلها على راحتها يتسلى فيها يبدل لشان ينزلن عن النبتة الثانية اللي هي تقولن عنها قرصعنة مش عارف قرصعنة الحقلية بسموها وإلها كمان اسم راح اظهر ان شاء الله رونجوم ناس التكملة بس ان شاء الله راح اكتبلكوا اياها اكتبلكوا اياها تحت في الفيديو هاي اخوان شايفين وكلها سبحان الله شايفينها خلينا بعد شوية كلها النازلات على نبتة ايش اللي هي بعقاد او لعد نازلات عليها اللي هي وكمان سكير ومنتفاص كلها النازلات عليها ما بعرف شو سبب الحب لها وموجودة يا اخوان في الطبيعة بتجدوها في اطراف المزارع والحقول موجودة بكثرة يعني انا بدأ لقط ولقط بعبي السلاكة عندي منها بس انا هي قد يعني كل ما انزل انا كنت في رحلة صيد يا اخوان وانزلت ولقط لهن هذه النباتات شايفين كيف الحسون مبسوط وفرحان اه بكيف هي نزل هي بوقل من هذه النباتة كذلك يا اخوان هي واقف واقفات شايف الامر ما بكلفك يعني شيء وقت يعني انت طاش طالع نزهة اه بتصيد شو ما يتكون في الطريق وانت في الخلاف البرية لقط لهن قد ما تستطيع كل ما تروح وتنزل وهذا يا اخوان فيديو اليوم حبيت الفت انتباهكم ان انتوا قدموا لحسونكم قد ما تستطيعوا يا اخوان من نباتات وبذور في الشتاء في الصيف هندباء وغيرها تفاف حريق شوكيات يعني الحسون بحب هذه الاشياء كثير انا حبيت الفت انتباهكم انكم ما تبقلوا على حسونكم شايفين يا اخوان بس طلعوا اذا انتم ملاحظين معي نزل الحسون على النبتة هذه اكثر طالع فش الا واحد نازل على هذه النبتة هذه النبتة مفيدة بس برضه هنا بعشقين دائما الحسون بفضل الاكل اول اللي بحب اول بنزل عليه فنزل اول اشي على هذا الاكل على البعقاد او العد هذه وهذه بخليها بعدين راح يقول لهم مش راح يخلي اشي بحب الشوكيات في جميع انواعها هذا فيديو اليوم يا اخوان اذا اعجبكم ما تنسوا تضغطوا لايك تشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته